بسم الله الرحمن الرحيم عزائي الطالب والطلبات كلية طب في كل مكان وخصوصا طلاب سنة أولى طب بشري نظام حديث أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات Overview of the Abdomen وهو بالتحديد هيبقى إن شاء الله آخر فيديو في الجزء بتاع الانتيرور أبدومن الهول أو الجدار الأمامي للبط وهو موضوع له علاقة بال Clinical Anatomy أو Applied Anatomy اللي هو التشريح التطبيقي اللي ممكن يبقى له علاقة بالأمراض اللي بتشوفها في حياتنا يومية أو اللي هتشوفها إن شاء الله لما تبدأ تتخرج وتشتغل في الحياة العملية آآ هيكون معاكم دكتور أحمد فريد مدرسة الاناتومي بروجب كلب طب جامعة إن شمس والفيديو بعنوان The Inguinal Canal The Inguinal Canal وده جزء من Special Parts اللي موجودة في الانتيرور أبدومن الهول زي ما خلصنا الريكتر شيف في المحاضرة الفاتت هنخلص دلوقتي الانتيرور أبدومن الهول في الريجون الاناتومي اللي احنا بناخده في صورة فيديوهات قصيرة كده بحيث تساهل علينا المواضيع وإن شاء الله توقفنا على بيز وأرضية سبتة تخلينا نقدر ندرس الاناتومي In details في السنوات القادمة إن شاء الله الصورة دي زي ما انت شايف هو الريت سايد بتاع اللور بار بتاع الانتيرور أبدومن الهول زي ما انت شايف يبقى ده الجزء يمين من البطن تحت في الانتيرور أبدومن الهول وفتحينه بالمناسبة فتحين فيه شباك كده زي ما انت شايف وبين قدامي طبقات الانتيرور أبدومن الهول نحاول نرجعها مع بعض كان فيه سكن وكان فيه فاشية شناها لقيت قدامي الثلاث عضلات الـ external oblique ثم الـ internal oblique ثم transversus abdominis وهلاقي transversus abdominis تحتها الفاشية اللي مبطناها اللي اسمها فاشية transversalis وبعد كده هلاقي طبقة الدهون اللي هي اسمها extra berytonia fat وبعدين هلاقي الـ bariatal berytonium اللي هو البرتونيام الجداري اللي كان مبطن جدار البطن من الداخل وزي ما انت شايف دي الـ hip bone دي منطقة الـ pubes اللي انا بشاور عليها ودي منطقة الـ anterior superior iliac spine وقادي الـ acetabulum وموجود جواها الفيمر تعال بقى نتفرج ونقول يعني ايه inguinal canal يعني ايه inguinal canal قالك بمنطقة البساطة تعريف الـ inguinal canal it's a passage او ممر في lower part of the anterior abdominal wall هذا الممر ربنا سبحانه وتعالى خلقه علشان يبقى ممر للـ spermatic cord spermatic cord الحبل المنوي in males او ligament اسمه round ligament of uterus in females بص معايا كده على الصورة دي الـ structure ده اسمه spermatic cord الحبل المنوي السبرmatic cord ده لما نيجي ندرس ان شاء الله الـ embryology بتاع الـ neuro genital system هتعرف ان الخصيتين اول ما ربنا سبحانه وتعالى خلقهم في البيبي كانوا مخلوقين في تجويف البطن وقاموا نازلين بالاوعية الدموية بتاعتهم وبالـ vast difference اللي هو الوعاء الناقل للسائل المنوي وقاموا نازلين بالحاجات دي كلها ونزلوا في الـ scrotum اللي هو كيس الصفن اللي موجود في الـ external genital organs اللي هناخده ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الـ brinium يبقى الخصيتين يا دا كاترة اول ما ربنا سبحانه وتعالى كونهم في الجنين اتكونوا في تجويف البطن وقاموا نازلين في الـ scrotum علشان درجة الحرارة تبقى ملأمة لوظفتهم بعد كده في تخليق الحيوانات المنوية فمنتها البساطة الـ spermatic cord ده من غير تفاصيل او الحبل المنوي ده هو اللي ماشي جواه الأوعية الدموية المسؤولة عن تغذية الخصية وماشي جواه كمان الوعاء الناقل اللي بياخد الحيوانات المنوية من الخصية بعد تصمعها ويقوم مدخلها جواه للـ internal genital organs اللي هاخدها ان شاء الله لمدرس البلفس عشان تخرج مع قناة مجرى البول خارج الجسم يبقى اذا كان مهم جدا ربنا سبحانه وتعالى يخلق هذا الممر لخروج الـ spermatic cord في الخارج مع الخصية بالمنظر ده كويس؟ طيب بالنسبة للـ females المبيضين في الـ females بيفضلوا جوا الحوط ما بيخرجوش برا الجسم فبيستعيد عنهم في الـ embryology بان بدل ما يبقى فيه spermatic cord بيبقى فيه ligament اسمه round ligament عامل زي الحبل كده مربوط بين اليوترس وبين الجسم من الخارج بطريقة معينة عشان يدي support اليوترس فيبقى اذا الممر ده او الـ inguinal canal دي بتدي passage للـ spermatic cord in males علشان يغزي الخصيتين في الكيس تحت بكل حاجة محتاجاها وكمان الـ females بيبقى فيه حاجة اسمها round ligament بدل الـ spermatic cord طب يا ترى مكانها فين الـ canal دي وطولها قد ايه وشكلها عامل زي قال لك هي طولها 4 سنتي يا دوبة وماش يا قبليك بالمنظر ده 4 سنتي ممر او نفق طوله 4 سنتي بيمتد بين فتحتين فتحة داخلية اسمها deep inguinal ring اللي هي بداية الـ canal وفتحة غارجية اسمها superficial inguinal ring اللي هي نهاية الـ canal وفي نفس الوقت لو بصيت على النفق اللي متلاون باللون الاخضر ده او الممر ده هتلاقيه فوق وموازي في نفس الوقت للـ inguinal ligament هو مين الـ inguinal ligament ده ايه دي الفاشية transversalis اللي هي الطبقة المبطنة للـ transversus abdominis التي تحتوي على deep inguinal ring عشان كده حضرت لك علامة استفاهم هما ايه الرنج دول الفتحة الداخلية للكنال موجودة في الفاشية transversalis اما الفتحة الخارجية اللي هي السبرفيش الـ inguinal ring انا خدتها قبل كده من ضمن الـ special features بتاعة الـ external abdominal oblique abonuroses فاذا السبرفيش الـ ring موجودة كفتحة في الـ abonuroses بتاع الـ external abdominal oblique muscle يبقى الكنال تصل بين الفتحة الداخلية اللي كانت موجودة في الفاشية transversalis والفتحة الخارجية اللي كانت موجودة في الـ abonuroses بتاع السبرفيش الـ بتاع الـ external abdominal oblique muscle وكانت برر للـ inguinal ligament انت ترى مين الـ inguinal ligament ده اتفقنا ان الـ inguinal ligament ده كان thickened lower border بتاع الـ abonuroses بتاع الـ external oblique muscle اللي كان ماسك بين الـ pubic bone وبين الـ anterior subiculiac line يبقى هو ده مين يا شباب الـ inguinal ligament اللي تحت ده ماشي؟ حل يبقى اذا هذا الممر يا ترى ايه الباوندرز بتاعه؟ يعني ايه الجدران بتاعه؟ النفق ده متحوق بايه؟ قالك النفق ده موجود above the inguinal ligament صح؟ وموازي ليه في نفس الوقت يبقى اذا الفلور الارضية بتاعت الممر ده هتبقى الـ inguinal ligament من غير فن انت عندك نفق او ممر ماشي فوق الـ inguinal ligament تبقى الارضية بتاعته هتبقى مين؟ هتبقى هي الـ inguinal ligament طب الروف السقف بتاعه الـ inguinal ligament انت معمول بالـ external oblique muscle طب فاكرين الـ special features بتاعت الـ internal oblique والـ transversus abdominis؟ فاكرينهم؟ اه يا دكتور حضرتك قلت لنا ان الـ lower fibers بتاعتهم بيعملوا قرش او بيعملوا قوس فوق الـ inguinal canale وقلت لنا استنوا الفيديو اللي بتاع الـ inguinal canale عشان تفهم بص معايا كده مش دي الـ internal oblique عملت قرش هي شايفة؟ هذي الـ arching fibers مش دي transversus abdominis عملت قرش هي فبقول لتنين مع بعض عملوا حاجة اسمها conjoined tendon التندن التوأمي فاكرها دي اللي عمل قوس زي قوس النصري كده above الـ inguinal canale فيبقى ازا الروف بتاع الـ inguinal canale هو l-arching fibers بتوع الـ internal oblique transversus abdominis ولك الحق انك تقول الـ conjoined tendon بدلا ما تقول arching fibers الوطر التوأمي اللي تصنع بالـ lower fibers بتاعة الـ internal oblique والـ transversus abdominis مع بعض بص اهو اهو عمل قرش فوق الكنال وقادي الليبونز نزرت عشان تعرف ان ده الروف بتاع الكنال يبقى انا كده عرفت ارضيتها inguinal ligament السقف بتاعها كان قوس النص المصنوع بالـ lower arching fibers بتاعة الـ internal oblique والـ transversus abdominis طب يا ترى ايه الجدار الامامي بتاعها بالعقل بقى الجدار الامامي بتاعها هو الجدار اللي فيه الفتحة الخارجية بتاعتها الـ external abdominal oblique abonerosus الذي يحتوي على السوبرفيشة الـ ring طب الجدار الخلفي بتاعها بص الممرة هو يا ترى الممر ده ساند وراء على ايه اكيد ساند على الفاشية اللي كان فيها الفتحة اللي بتبدأ الممرة اصلا اللي هي مين الفاشية transversalis التي تحتوي على الـ deep inguinal ring بس كده مش عايزك تفهم اكتر من كده الموضوع بسيط جدا اتخلق عندي ممر بين العضلات والليرز بتاعت الـ anterior abdominal world عشان حاجة معينة كده تخرج من الـ abdominal cavity وتخش في هذه الرنج وتمشي جوه الخضار ده جوه النفق وتقوم خارجة برا عشان لها لازمة مهمة جدا لان الخصية اصلا موجودة برا الجسم تمام ولما تدرس الامبيريولوجيا هتعرف ان ده الممر اللي الخصية ميشيت فيه عشان تخرج من تجويف البط الى الخارج وتبقى موجودة في الـ scrotum او في كيس الصفن في الخارج علشان يبقى درجة الحرارة ملأمة لشغلانتها بعد كده اللي هي تخليق الحيوانات المنوية لان عارفنا عارفين ان الـ scrotum درجة حرارته اقل من درجة حرارة الجسم بكمية معينة فتبقى دي مناسبة لصناعة الايه الحيوانات المنوية تمام واحد يقول لهم ما اللي ايه العضلة المقصوصة دي دي الـ rictus abdominus والبراميدالس شايف معمول عليهم غلاف اسمه دي باي ذاوي يعني يبقى اذا الممر او النفق ده كانت ارضيته الـ inguinal ligament كان متسقف فوق بالقوس اللي معمول بالـ internal oblique transversus abdominus وكانت الانتيريور وال بتاعته external oblique abonyrosis اللي كان فيه المخرج بتاع النفق السوبرتيش الring وكانت المستيريور وال بتاعت النفق ده هي الفشة transversalis اللي كان فيه بداية هذا النفق اللي هي deep inguinal ring تمام طيب هل ده ممكن يعمل ablyde anatomy معين طبعا طبعا لما يكون شخص عنده العضلات بتاعت الانتيريور ابدمنا الول ضعيفة عنده كمية دهون كتيرة يعني عنده سمنة او تضخم في منطقة البطن او اللي بيقال عليه باللغة الداريجة كرش وعضلات البطن بتاعته ضعيفة وفي نفس الوقت بيعمل مجهود زيادة يعني بيحزق بيشيل حاجات تقيلة بيتعافي على نفسه ممكن جدا يخرج جزء من محتويات الابدومن او من احشاء الابدومن ودايما في معظم الاحيان بيبقى جزء من اللي هندرس شكلها ان شاء الله لما اتكلم على الورجنز بتاعت الابدومن يبقى اذن الانجوان الكنال دي بتمثل نقطة ضعف مش في كل الناس في الناس اللي عضلات بطنهم ضعيفة بس وفي نفس الوقت بيعملوا مجهود زيادة وبيعملوا حز وبيعملوا وبيشيلوا حاجات تقيلة وهكذا لكن اللي بيشيل حاجات تقيلة ومتمرا وكويس وعضلات بطنه قوية مش يحصل له حاجة الاوش موجودة في الابدومن الوول نقطة ضعف في الابدومن الوول من خلال هذه نقطة ضعف ممكن جزء من اجزاء الاحشائل في الابدومن وخصوصا الانتستن الامعاء يبلج او يخرج من الانجوان الكنال ويخرج كده برا من خلال السوبرفيشة الانجوان الرينج ويخش في الكيس مع التستز ويعمل سويلنج هنا كده العين يقولك حاسس بحاجة كده هنا منفوخة ولما بنام على ظهري ودخلها بترجع تاني بيسمعها انجوان الهرنية فتق اربي انجوان الهرنية كلمة هرنية معناها جزء من الابدومن الكنتنس يخرج خارج الابدومن الكافيتي وسمناها ليه انجوان ال لان فيه انواع تانية من الهرنية مش موضوع خالص ان اقولها دلوقتي بس سمناها انجوان ال لان الجزء او المخرج اللي خرجت منه هذه الابدومن الكنتنس كان الانجوينال كنال عن طريق السوبرفيشة الرينجي في الآخر وتخرج في الاسكروتام وده تعريف الهرنية بتحصل إمتى لما جزء من السمول انتستم العمعات الدقيقة يخرج أو يخش جوه الانجوينال كنال ويخرج خارج الكافيتي بتاع البط يعدي من الديبرينج ويقوم ماشي في الانجوينال كنال وممكن يوصل للسوبرفيشة الرينج زي الصورة اللي انت شايفها دي عمالنا زوم على منطقة السوبرفيشة الرينج وكبرناها هنا يبقى دي اسمها انجوينال هرنية وبمعلومة الانجوينال هرنية وناخد بالنا منها لو حد من قرابة كلك ده نجالي فتق إيرابي تبقى عارف انه هو عضلات البطن عنده ضعيفة او هو من الناس اللي بتشير حاجات تقيلة من غير ما تكون متمرانة كويس او بتحزق زيادة وهي بتشير حاجات تقيلة عليها من غير ما تكون متمرانة كويس بالمعلومة دي اصل لنهاية مجموعة فيديوهات الانتيرر أبدومنالول اللي كانت عبارة عن اربعة فيديوز اتكلمنا في اول واحد عن الليرز بصفة عامة بتاعة الانتيرر أبدومنالول في الفيديو التاني اتكلمنا عن المصل اف ذا انتيرر أبدومنالول في التالت اتكلمنا على الريكتس شيث وعرفنا بتكون ازاي وفي اخر فيديو في الانتيرر أبدومنالول اتكلمنا على الانجوينالكنال وعرفنا الابلايد اناتومي بتاعها الى اللقاء ان شاء الله في محاضرة البستير والأبدومنالول في قريبا ان شاء الله مجرد ما تجهز لا تنزل لكم اترككم في رعاية الله وامنة كان معكم دكتور رحمة فارين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته